موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سنتحدث فيها عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة التي فضح أكاذيب العسكر حول حادثة الشاحنتين الكل يذكر حادثة الشاحنتين التي جرت في نوفمبر 2021 والتي قال النظام الجزائري أنذاك أنها أدت إلى مقتل جزائريين واتهم العسكر أنذاك المغرب بالوقوف وراء هذه العملية بل وصل الحال إلى توجيه تهديدات بالعقاب بل أن المعلومات التي وصلتنا حينها أن البيان الذي نشر على موقع أو حساب رئاسة الجمهورية الجزائرية أنذاك هو بيان العسكر غير أن العسكر تفادوا نشره على صفحتهم الرسمية أو صفحة وزارة الدفاع ولكن فضلوا نشره على صفحة رئاسة الجمهورية التي يمتلكون أيضا مفاتيح الدخول إليها ونذكر أن ذلك البيان قالت فيه رئاسة الجمهورية وتشاهدونه على الصورة في الفاتح نوفمبر 2021 وفي غمرة احتفال الشعب الجزائري بالذكرى السابعة والستين من اندلاع فورة التحرير الوطني المجيدة في جو من البهجة والسكينة تم اغتيال ثلاثة رعاية جزائريين بشكل جبان في قصف همجي لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين أنواقشوت وورغلا في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة إن السلطات الجزائرية قد اتخذت على الفور التدابير اللازمة للتحقيق حول هذا العمل الحقير وكشف ملابساته إن عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطور إذ يعد ذلك مظهرا جديدا لعدوان وحشي يمثل ميزة لسياسة معروفة بالتوسع الإقليمي والترهيب إن الضحايا الأبرياء الثلاثة لهذا الفعل الذي يعد إرهاب دولة يلتحقون في هذا اليوم المجيد للفاتح من نوفمبر بشهداء التحرير الوطني ويجعلون من الجزائر الجديدة قلعة لقيم ومبادئ تاريخها الأبدي إن اغتيالهم لن يمر دون عقاب حقيقة كما لاحظتم هذا البيان جاء العب على وطر التاريخ وحاول استغلاله في توجيه رسائل جزائر الجديدة وما إلى ذلك لكن المؤكد أن هذا البيان بيان وزارة الدفاع نشراته باسم رئاسة الجمهورية وربما حتى تبون لم يعلم به وهو بيان حقيقة في ذلك الوقت قلت أنه بيان ورطة لأنه ما زال ما عندهاش المعطيات تتهم مباشرة بطريقة عشوائية كان غباء كبير وأذكر أن من بين الجنرالات الذين عارضوا إلى حد ما هذا البيان هو الجنرال محمد قايدي الذي عارض قال لك ما زلنا نملك الأدلة الكافية يعني مش معناها أن محمد قايدي راه كذا وكذا لا أنا ما قلت هذا يعني أنه في ذلك الوقت كانت عنده تحفظات معينة على هذا البيان وفضل أنه يتم تأجيله ولكن كان مصيره الإقالة وكاد أنه يروح للسجن المهم بعد ذلك نذكر أن الخروج الأول والظهور الأول لموقف الأممي كان من طرف حقي وتحدثت حينها في أحد المداخلات خلني حتى لا أعيد الكلام اللي قلته ننشر هذا المقدر متحدث رسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حقي تحدث حول حادثة الشاحنتين الجزائريتين وهو يعتبر أول تعليق رسمي من الأمم المتحدة والذي جاء بعد معاينة عناصر من بعثة المينورسو لمكان الحادث فرحان حقي وهو نائب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة تحدث في معرض مؤتمره الصحفي اليومي ردا على سؤال حول الهجوم الذي استهدف شاحنتين جزائريتين يوم أول نوفمبر حسب البيان الرسمي الجزائري وما إذا كانت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء الغربية منورسو قد أجرت تحقيقا حول الحادث قال فرحان حقي نعم نعم لقد نظرت بعثة المينورسو في هذا الأمر علمنا بالحادثة في 22 نوفمبر أي قبل ثلاثة أيام وتمكنت البعثة بعد ذلك من إرسال دورية أولية إلى موقع الحادث في اليوم التالي 3 نوفمبر ويمكننا الآن أن نؤكد أن الموقع يقع في الجزء الشرقي من الصحراء الغربية بالقرب من بير لحم وشاهدت البعثة شاحنتين تحملان لوحات ترقيب جزائرية واقف بالتوازي مع بعضهم البعض تعرضت كلتا الشاحنتين لأضرار جسيمة وتفحل ومتبعتا للسؤال حول سبب وجود الشاحنتين في منطقة عسكرية بدل نقطة الحدود بين مريطانيا والجزائر فلماذا دخلت هذه الشاحنات في منطقة عمليات عسكرية أجاب فرحان حقي ليس لدي أي تفسير لسبب وجود الشاحنات في مكانها هذه مسألة يتم النظر فيها الآن من قبل البعض لكني أبلغتكم للتو بالنتائج الأولية وليس لدي أي شيء آخر أبلغ عنه في هذا الجزء ما كانوا يردون عليه هو تقرير حول هذه المركبات المتضربة بالأدنى الشك أن هذا الكلام الذي صدر عن نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة يصب في نفس الحديث الذي تحدثت عنه أمس من خلال تلك المعلومات التي قدمت وقلت بأن العملية كانت فيها معاينة لم يحدث أنهم كذبوا الجزائر ولم يحدث أن اتهموا المغرب ولا أي شيء من هذا القبيل كل ما في الأمر أنهم أخذوا عينات من عين المكان والوصف الذي ورده هو وصف للمشهد الذي شاهدناه جميعا عبر الإعلام شاحنتين حذب بعضها متوقفين لا أعتقد بأن الشاحنتين كانوا في مصار ماشي لو كانوا يمشوا كانت وحدة وراء وحدة في الطريق وحدثا يبدو أنه قبل استهدافهم كانوا متوقفين ربما كانوا الناس نيمين أو شيء آخر من هذا القبيل هذا من جهة من جهة أخرى أن ما ورد على لسان الأمين العام للأمم المتحدة لا فيه ما يدل على أن الشاحنتين تم استهدافهم ولا صب فيما أوردته بعض المواقع المغربية بأنهم قالوا لم يحدث أي 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 تفجير ولا كذا وكذا من هذا القبيل هذا كله لم يرد أصلا لأنني كما قلت لكم من المستحيلات بعيدا عن المعلومات بحكم التجربة من المستحيل أن تأتي قوات المينرسو تضرب دورة وتقول الجزائر كذابة والمغرب صحيح ولا تقول الجزائر صحيحة والمغرب كذابة من المستحيلات كل ما في الأمر هم عاينوا ما وجدوا كما استمعتم لم يتوقف الأمر عند هذا الحد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة جاب معلومات وضع بعض النقاط لازم نتكلم عليها خلينا نشوفوا النص ها هو أمامكم هي النقطة الخامسة وش يقول الأمين العام للأمم المتحدة قيل أن غارتين جويتين في نوفمبر 22 2021 وأبريل نيسان 2022 استهدفت مواطنين من دول مجاورة في 2 نوفمبر 22 أشارت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى تقارير إعلامية تشير إلى وقوع غارة جوية في بيرلحلو شملت شاحنتين جزائريتين مما أصفر حسب ما ورد عن مقتل ثلاثة مدنيين جزائريين في 3 و 4 نوفمبر أرسلت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية دوريات برية إلى الموقع والثانية برفقة خبير من عنصر الإجراءات المتعلقة بالألغام التابع لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لاحظت البعثة شاحنتين تحملان لوحات ترخيص جزائرية متوقفة بالتوازي مع بعضهم البعض وقد تعرض لأضرار جسيمة وتفحم تم العثور على شضية في الشاحنة التي يبدو أنها أصيبت وتشير ملاحظة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى أن الشاحنات كانت تنقل الوقود وأن الأضرار نجمت عن انفجار قذيفة جو أرض والحريق الناجم عن ذلك وأبلغ المحاور المحلي لجبهة البوليزاريو دورية البعثة أنه تم العثور على ثلاث جثث في الموقع في أول نوفمبر تشرين الثاني لم تتمكن بعثة المينورسو من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل يعني ماذا تعني أن يطيحوا يسقطوا جزائريين لا يتم توثيقهم لا يخلوا الجثث هناك حتى يجي بعثة المينورسو حتى توثق وجود جثث لهذه اللحظة كل الكلام أن الجزائر قالت بالي رهم ماتوا ثلاثة أجمعت البوليزاريو هل ماتوا صح أو ما ماتوش الله أعلى وأعلم يعني هؤلاء الأشخاص ما ماتوا في الطراب الجزائري يخلوا الأمر محلي أذن ماتوا خارج الجزائر واتهمت فيها دولة جارة من المفروض يجب أن يكون هناك توثيق رسمي لوجود هذه الجثث الأمم المتحدة ما عندها ولا شيء يثبت أنه فيه ضحايا سقط هذه نقطة نقطة أخرى تذكروا لما بدأت جماعة البوليزاريو نشروا فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد حادثة الأليمة التي ألمت بأشقائنا الجزائريين والعملية الإرهابية التي قام بها جيش الاحتلال المغربي بواسطة طائرة مسيرة ارطائنا أن نحضر إلى المكان ونخدم معاينة المباشرة حسب المعلومات الأولية الطائرة التي اتهدفت في مكان كانت قادمة من الجهة الغربية الشمالية حيث أن الشهود عين رصدوها وقامت بأول عملية هو بإطلاق صاروخ في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه حيث يتم إجهاد الأشقاء الثلاثة الجزائريين ولقد يلاحظ هنا يلاحظ هنا بقايا للساروخ بقايا الساروخ الذي أطلق من الطائرة المسيرة المغربية وبعد تحقيق لاحظنا أن سائقية الشاحنة كانوا قد وضعوا الشاحنات على وضعية الراحة وهنا تلاحظون الدواليب بعد ما تم وضعه بعملية الراحة وبنجل الشاحنة الأخرى بعد تحقق من ما تم حمله على الشاحنة هنا نلاحظ الإسمنت الأبيض هذه هي السلاحة الذي ادعى الاحتلال المغربي أن الشاحنات كانت محملة بالأسلحة ليس إلا إسمنت أبيض عادي الساروخ الأول سقط من هذه الجهة بعد ذلك الساروخ آخر سقط من هذه الجهة نلاحظ أن الشاحنة انشطرت نتيجة لقوة صدبة الساروخ ادعى المغاربة أنها منطقة ذات طابع عسكري أو ألغام نلاحظ هنا الطريق الرسمي الذي تسلقه الشاحنات القادمة من الجزائر اتجاه النواقشور نلاحظ هنا هذا هو الطريق وما يتعون أنها منطقة يتعون أنها منطقة عسكرية وملغمة قالوا بأن فيها أكياس سيمة أو حاجة كما هكذا ولكن ما قالوش بأنها تنقل البنزين وأنا في ذلك الوقت تسألت يعني كيفاش فيها الأكياس هذه وما تحرقتش والكما يمتفحمه معناها أن القضية فيها نوع من التلاعب هنا الأمم المتحدة الأمين العام الأمم المتحدة تقول بأنها تنقل الوقود كيف هو الوقود؟ هذا تهريب تنقل فيه في إطار عمليات عسكرية تنقل فيه إلى ميليشيات هناك عسكرية ما هو الأمر؟ يعني واضح جدا أنه الآن قريب سنة الأمم المتحدة وضعت كل فرضيات الجزائر في سلة المهملة لا يوجد ما يدعم أطروحة الجزائر للأسف الشديد أن أطروحة الجزائر ما جاءت في إطارها الإعلامي أو تعبير من وزارة الخارجية بطريقة لبقة جدا وأن القضية تخذ على التحقيق جاءت بالتهديد والاتهام المباشر ووصف الأمر بأنه إرهاب دولة وكل هذه الأمور والجزائر لم تقدم ما يثبت أن لديها ضحايا حقيقين جثث ما كانش والجثث مش أنت تجي تقول باللي ما تولي جزائريين خلاص العالم يصدقك من المفروض سقطت هناك جثث جماعة البوليزاريو ما يروحوش يهزوهم إذا كان بالفعل من المفروض يخلوهم في مكانهم ويتصلوا ببعثة المينورسو تجي وتوثق وجود جثث ويتم يعني إجراءات الطبية اللازمة لتثبت بالدليل والتوثيق الطبي بأن هؤلاء قتلوا بنفس السلاح الذي تم استعماله في اتجاه في ضرب الشاحنتين مثل هذه الأمور ترى ما هو السبب الذي خل هؤلاء سارعوا بإخفاء الجثث هؤلاء أخفوا حتى المواد وربما جابوا مواد أخرى حطهم في الشاحنتين كله يتناقض تماما مع الرواية التي قدمتها البوليزاريو والجزائر مع هذه الرواية التي قدمتها الأمم المتحدة أنا لا أقول أنه لم تستهدف الشاحنتين واضح أن الصور فيها استهداف لشاحنتين هما قالوا بأنها توجد قذيفة لكن من طرف من؟ لماذا تم إخفاء الجثث وفجأة قالك دفنهم في الجزائر؟ ماذا تفعل الشاحنات هذه في منطقة؟ هي الجزائر توصفها بأنها منطقة حرب والبوليزاريو تقول رنا فارجعنا للمقاومة المسلحة وما إلى ذلك والثورة وما إلى ذلك من الشعارات؟ وش ديره ثم جزائريين؟ مدنيين جزائريين وشاحنة مدنية ماذا تفعل هنا؟ إلى من تنقل للوقود؟ إلى من؟ هل تنقل الوقود إلى ميليشيات مسلحة تابعة للبوليزاريو؟ لا لا يوجد شيء الأمم المتحدة تقول بأن بعثة المينورسو تنقلت إلى عين مكان وجدت شاحنتين مقاريين بالتوازي وأنهم تعرضوا إلى وتحرقوا تماما وأنهم على ما يبدو كانوا ينقلوا في بنزين معناها وقود ومعناها أنه شوية شرارة فقط قد تحرقهم البنزين صعب كي نعرف ناس تعملوا حوالث مرور كانوا عندهم شاحنات ينقلوا للوقود تحرقت الشاحنات وتحرقوا الناس فيهم الله يرحمه يعني الأمور هذا التقرير زاد فضح الجزائر وأكثر ما فضح الجزائر ليس هذا التقرير ولا الخرجة الأولى للأمم المتحدة ولا هو البيان والتهديد بالعقاب ثم الصمت المطبق لاحق لا رفع شكوى للأمم المتحدة لا رفعوا جهات نحو المحكمة الدولية ولا أي شيء ما عملوا ولا شيء ولا توجد دولة عزة الجزائر في هؤلاء الضحايا حتى الجزائر الدول الحليفة الدول اللي تؤيد البوليزاري وتعترف بجمهوريتها وما إلى ذلك ما رفعتش تعزية ولا أي شيء يعني رئيس جمهورية يصدر بيان أنه عنده مواطنين رعاياه تقتلوا في منطقة معينة عن طريق قصر ولا دولة عزة معناها قضية راهي مشبوهة من طاعة إلى السلام عليك ولا يوجد أيضا ما يثبت أنه هذه إذا كان في قضيفة أنه المغرب اللي استهدفهم ربما البوليزاري اللي استهدفتهم معناها أنه منطقة منطقة حرب والهدف هو إشعال الحرب وأيضا كانت في تلك الفطر الجزائر تصعد إلى عمل عسكري مع المغرب هكذا كانوا العسكر حشد القوات ووضع قواعد سواريخ على الحدود وجابوا كتائبوا دباباتوا مش نعارف واش لماذا تستعدون؟ كانوا يستعدون إلى عمل عسكري وكان الهدف هو البحث عن مبرر إذن هذه القضية راهي مشبوهة المغرب نافى أنه استهدفهم استهدفهم لكن الجزائر اتهمت المغرب والبوليزاريو اتهمت المغرب ولكن لا يوجد دليل لا الجثث ظهرت ولا بابت ما كانش ولا الجثث خضعت إلى معاينة طبية معاينة طبية مش منتع البوليزاريو ولا منتع الجزائر ولا جيبت وتصور لي جنازة وتقول لي راهو كين واحد مات واش كون لي يثبت لي واش كون لي راح يصدقك هاي الأمم المتحدة ما صدقتكش قالت لك لما أتأكد رهم قالوا وقيل واستعملوا هذه الاستلاحات يعني أنه هذه راهي بهدة لا حقيقية معناها تقرير أمم المتحدة راهو كذب رئاسة الجمهورية وهذه هي الورطة التي تورطت فيها رئاسة الجمهورية من ورط رئاسة الجمهورية؟ قلت لكم هي وزارة الدفاع هي وزارة الدفاع التي ورطت رئاسة الجمهورية كم من الممكن هذا البيان لا يصدر في موقع وباسم الرئاسة كان من المفروض يصدر حتى تصريح تصريح من العمامرة ولا تصريح من الدبلوماسية ذلك الغبي عمار بلاني يجي يقولك بسيفة المبعوث وما إلى ذلك من تلك المناصب اللي كانت الموكلة إليه يقول بأنه حتى لو أنك في صراع مع المغرب وحاقد عليه و تصفي في الحسابات ما تكون غبي أنت تتعامل مع مجتمع دولي تتعامل مع أمم متحدة تتعامل مع قضية نزاع متواجدة فيها بعثة للأمم المتحدة عندها مبعوث أممي ما يكون بالطريقة هذه هاي روح نتهموهم وخلاص بالطريقة هذه طريقة غبية هايزة فضحة الدبلوماسية الجزائرية كان من الممكن أن نخرج أحد المسؤولين أننا طلقينا أو تداولة وسائل إعلام خبر مقتل جزائريين في غارة حقيقة تأكدوا إذا كان عندكم أنه بالفعل رهما تم استهداف شاحنتين من مصدر ما القضية رأي تحت التحقيقات والجهة التي ستكون متورطة أو تكشفها التحقيقات سنتخذ كل الإجراءات اللازمة عبر الهيئات الدولية وفق ما يفرضه القانون الدولي في مثل هذه الحالات أما لن تمر بدون عقاب وما إلى ذلك هذا كلام تعليف ويو ماهيش كلام تعدول وهذا ما يثبت أنه ليس كلام رئاسة الجمهورية بل أجزم لكم يقينا ليس فقط كتحليل بل كمعلومات وقلتها أنا ذاك أن هذا التقرير كانت تعوز وزارة الدفاع ولكن وزارة الدفاع عملت بطريقة أنه من تبناش خلي رئاسة الجمهورية تبو المشرح يدوم ورح يبقى غدوة يرحل في لامان أما تجي وزارة الدفاع وتهدد بالعقاب وبعد ذلك تسكت هي وصمت عار في جابينها لكن الرئاسة خليها معليش هما الرئاسة رهي مجرد وكالة تاب على ماهيش تابعة حتى مباشرة القيادة الأركان تابعة على الممكن مصلحة الصيد البحر مدعب رهي مهزلة حقيقية وقلت لكم في أذلك راه بيان متسرع جدا راه اندفاع اندفاع سيء للغاية ومذر بصورة الدولة الجزائرية في ظل هذه الأزمة خل الجزائر معزولة معزولة للدرجة هذه لا حد عزاك ولا وزير خارجية ولا دولة أرسلت وزير خارجية زيارة الجزائر لمعرفة هذه الملابسات ولا شيء لأنهم الكل يعلموا بأنك راه في حالة صراع مع الطرف الآخر كل شيء وارد لأنه لو كانت علاقات الجزائرية عادية جدا والجزائر خارجية هذه الخارجية كما قالت بالي لأن المغرب قتل لمواطنين ربما يتحرك الدول قالت لك راه عادي كيف هاش يعني راح يكذبوا عليهم ولكن أنت في أزمة قات على علاقات غالق الأجوال غالق الحدود ساحب السفيرين تياك وتحشد في قواتك عن الحدود وسائل إعلام نشرت حتى أنكم نصبتم قواعد سواريخ وما إلى ذلك كل هذه الأمور واتجي مباشرة تطلق تصريح مثل هذا ولا دير بيان مثل هذا يمكن تصديق هاي الأمم المتحدة ما صدقتك ما صدقتكش حتى عندكم ضحايا يعني بهتلة أهم نقطة في الحادثة كلها هي الضحايا هم الناس اللي ماتوا أنتم لم تملكوا حتى التوثيق على أنت عن الناس اللي ماتوا وتحبوا تدخلوا في صراعات دولية إليست هذا وصمت عار يعني كل وش يدل يدل أنه المغرب دولة تسير وفق المنطق الدولي ووفق عمل ذكي موثق كل شيء أنتم تسيرون بوفق منطق عصابات أرواحنا عصابة نقول الدولة الفلانية والجهة الأخرى نوجه لا اتهام في الأمان ما كان حتى واحد حسبني أنت راك مشك في غابة أنت راك في دول راك في عالم تحكمه قوانين ومواثيق وكل شيء يجب أن يكون موثق يعني يصل بالنظام الجزائري حاله أنه موفقش حتى على ضحاياه هذا أكبر استخفاف بالضحايا نفرض جدلا أن الرواية صحيح أنه المغرب استهدف الشحينات اشتباه فيهم باللي راهم يحملوا أسلحة لجمعات البوليزاريو أو شيء بغضي النظر عن كل هذا أن نستهدفهم العمل كيف يكون تبقى الأمور كما هي حتى الجثث لا تسحب وطد الجزائر تسارع مباشرة بإعلام الأمين العام للأمم الاتحدة بما حدث وإعلام أيضا بحثة المينورسو في بحثة المينورسو ترسل ترسل وفد خبير في الألغام ترسل ترسل طبيب يقول لك الجثث رهم في مكانهم خلهم كما رهم يجو يديروا معاينة طبية ومعاينة تقنية وكل المعاينات التي تقتضيها هذه القضية ويخرج لك بتقرير وبعد تدي الجثث أنت مسارع بالجثث هذه مخلاص ماتوا الله يرحمهم ويحسن إليهم ويتقبلهم إن شاء الله إن تجي ما خلوا الجثث بل أنه الشحينة هذه تعنقل وقود كانت نقل وقود وربما أشياء أخرى يعني الشكوك تزيد أنك تروح تغير محتوهم وتحط لي فيهم واحد الأكياس تعسيمة يعني بالله كم يكونوا يتحرق كل الأكياس هذه الورقة هذا اللي فيه ما يتحرقش يعني خلونا شوية منطقية لحقتوا بسرعة طفتوهم طفتوهم خلاص خلوا حتى يجيوا المعايير يعني عمل غابي جدا عمل غابي جدا ولذلك هذا التخبط لهذا النظام البائس لأنه يعتمد على ناس ما عندهمش حقنا كفاءة يعتمد على الولاءات وليس الكفاءات اللي شيء تلتبون وشينجريحة يتولى المناصب أما اللي يفكر شوية بعقله من أجل مصلحة البلد يلقى نفسه مطارة للأسف الشديد هذه مهسلة هذه فضيحة يعني بعد عام ما قدمتم دليل واحد لنشرتم تقرير طبي على الأقل تقرير طبي طبيب جزائر يا سيدي عائن الجثث وقالت حرقه رغم أنه لا يعتد به لأنك طبيب هذا وطرفك أنت من المفروض المعاينة الطبية تأتي من طرف آخر طرف ثالث وهو المينورسو اللي راح وعاينوا المكان أنتم ما سارعتوا بنقل الجثث تم تحويل محتوى الشاحنات تحطوهم بالتوازي معناها الشاحنات كانوا قرير وستم استهدافهم ولا شيء من هذا القبيل ربما كانوا ماشيين وضربوهم وبعدداروهم باش يقول لكراهم كانوا راكدين مساكن حتى تم استهدافهم يعني والله هذا السيناريو زائد فضيحة للجزائر الآن المغرب رحو بري أنتم موجهتون اتهام ما ثبتوش حتى أنه عندكم ضحايا فضلا أن تثبتوا بأنه المغرب استهدف أنتم عندكم علاقات مع دول هلاش ملجأتوش قبل ما توجهوا أي اتهامات تخلوا تقولوا بأنه بيان تأكدوا بأنه فيه ضحايا جزائريين والقضية ريف التحقيق تلجأوا إلى دول تشيروا من عندهم حتى صور من الأقمار الصناعية اللي تحدد لكم ماذا حدث بالذبط وبعد ذلك قبل ذلك نقل جثث الدير معاينة طبية من طرف المينورس وتخدموا على هذا المستوى وبعد ذلك تروح تشكي تشكي بالطرف اللي تتهم فيه وتملك أدلة أما أنك تندفع هم يموتوا من هنا وانت تدير بيان من هنا وتتوز هذه الاتهامات وإرهاب الدولة وكلام هذا الفاضي اللي لا يسمن ولا يغني من جوع يؤكد بأنه ما عادتش عندنا دولة الجزائريين ما عندكمش دولة ولا عندكم نظام حكم عندكم عصابات موجودة في كل مكان تتصرف بمنطق العصابات وفي صراعهم مع المغرب يتصرفوا بمنطق هذا ما يتصرفوس بمنطق الدولة بمنطق الدولة إذا كان المغرب اقتل هؤلاء فيها إجراءات قانونية وإمور تقوموا بها وبعد ذلك كائن بعثة أممية ثم كائن جهات تولية وكائن كذا أما هذا الاندفاع غير المدروس للأسف الشديد راه يذر بصورة الجزائر ويزيد أي أطروحة تطرح من الجزائر تولي ما عندهاش قيمة الدولة عندما تفقد مصدقيتها لدى الحلفاء والإزدقاء ولدى الأعداء والخصوم ولدى المجتمع الدولي راه ما بقاتش دولة الجزائر الآن غير موثوقة لا في تصريحاتها لا في مواقفها لا في الشراكة معاها لا في أي شيء لأنه العالم كل يدرك بأنها دولة عصبات ما هيش دولة مؤسسات دولة تحكمها كزرنات من وراء السطار غدوة يتغير جنرالي بدله كل شيء البارح كان القايد صالح يعطي في وعود ويعطي في أشياء تم القضاء وقتل القايد صالح بديتونا برواية أخرى جاء واحد أخر غير المفاهيم وقلب كل الأمور غدوة يروح هذا في ظروف ما يجي واحد أخر يزيد يقلب لأنها دولة ما تعملش بمنطق المؤسسات وهذا أضر بدبلموسيتها أضر باقتصادها أضر بوضحها الاجتماعي أمر آخر عندما أتكلم بهذا المنطق أنا لست من أنصار رفع العداء مع المغرب المغرب دولة شقيقة شعبها شقيق جار الدول كلها تسعى إلى الحفظ الأمن القومي الجيرانها ما كانش فوق الأرض من يحاول يشعل نار في بيت جاره لأنه رح يحترق بيته إلا النظام الجزائري يريد أن يحرق المغرب من أجل الحفاظ على نفسه وهذه قمة قمة الغباء الاستراتيجي الدول تحمى حدودها بالاستقرار في العلاقات ما بينها الدول تحمي أمنها باستقرار أمن الدولة الجارة لعندها حدود معاها هذا هكذا تمشي الأمور أما أنك تشعل حرب وتدفع إلى حرب في المنطقة بل أنك تصعد من أجل حرب ثنائية بين الجزائر والمغرب من أجل ماذا من أجل ماذا من أجل لا شيء سوى أن هناك عقيدة كراهية وفوبيا لدى هذا النظام تربى عليها منذ منذ مطلع ما بعد الاستقلال جاءوا ناس حكموا عندهم حسابات شخصية مع المغرب اللي احتضنهم وفتح لهم الأرض انتاعوا ودعمهم في الثورة عندهم حسابات معا ومشوا بيها ويصعدوا فيها ويصعدوا فيها من إن كانت أهواء شخصية تحولت الآن إلى عقيدة وإيديولوجية سياسية تنم على كراهية تجاه الطرف الآخر ولكن في ظل هذا الوضع الجزائر ضيع في الحلفاء والإزدقاء والمغرب يكسب في حلفاء استراتيجيين حتى الحلفاء العاديين والتقليديين بداوي ينفضوا من حولها ويتعاملوا معها الآن كحتمية تقتضيها أو يقتضيها منطقا للتعامل الدولي والدبلوماسية الدولية فقط ولكن لا يثقون فيها ولا يعولون عليها ولا يصدقون مواقفها ولا يمكن أن ينجأوا إليها من أجل نيل الدعم كل النجوء إليها من أجل مصالح اقتضاها الغاز ومصادر الطاقة وما إلى ذلك الجزائر راهي كانت عندها مرت بمراحل خطاب كان خطاب الثورة والذي متأجج خدمها في طرح هذه القضية قضية الصحراء على المؤلاء خاصة في تصاعد اليسار وكذا وكذا خطاب الثوري بعد ذلك جاءت مرحلة الخطاب خطاب الثروة حيث تمد في الأموال وكذا كذا باش تشتري الذمم الآن لا ثورة في الخطاب الثوري الدولة راهي تتآمر على شعوب شعوب تطالب بحريتها واستقلالها الدولة الجزائرية تتآمر معها الجزائر تخندقت مع إيران ضد شعوب وضد دول أمر آخر الثروة هي يعول عليها كثيرا الدول راي تندي في الثروة بدون ما تعطي نفس للجزائر يعني تنهب في ثروات الجزائرية ما الذي تبقى للجزائر تبقى لها هذه العنطريات الوهمية التي يعني بهدلت البلاد في المجتمع الدولي باختصار شديد أن الأمين العام للأمم المتحدة وضع الرئاسة الجزائرية في وضعها يعني مؤسف جدا مؤسف جدا وكان من المفروض الآن هذه الدولة اللي تقول راي عندنا دبلوماسية ورجعنا بقوة رانا قوة ضاربة وقوة جهوية وقوة كذا وكذا وكذا بمجرد الأمين العام الأمم المتحدة انشر هذا التقرير خرجوا ما عندكم من أدلة لتثبت وتدين المغرب وأتحداكم من هذا المنبر أن تكونوا تقدموا ما يثبت اتهاماتكم إذا لم تقدموا شيء وقيتوا على هذه الأسطوانة فمعناها أن الجزائر في نظر العالم الآن تحولت إلى دولة نظامها كالذات مخادع منافق يفتري على الآخرين وبذلك راكم ما تبقى من هذه القضية الصحراوية راكم تدفنوا فيها دفن أعمى رغم أن كل المعطيات الدولية الآن توحي إلى أن أطروحة الجزائر ورهاناتها وألعيبها في هذه القضية بدأت تتلاشى ولم يبق لها سوى البهتان والكذب للأسف الشديد نكتفي بهذا القدر ألقاكم بإذن الله في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة تجريعا لنا لنستمر بنشر المزيد اشتركوا في القناة